بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام тогда هلaría و هناك الكثير شباب حبيب تزاكر بحماسة بحب محتمل التحديات والان Paul صلوا على النبي امتحان فهي مفتود 6 يوم 10 فاليوم 10 первيوم 8 يناكمل تحدي بمكس لوّه very well هنعمل كل إسبوع تحدي ذxo ثلاث تحدي سنخلص المنهج بمحتاط س Han invest in 3 3 أS يوم 13 Он passes 27 تكون خلصت المنهج مع تحدي مع نفسك تكون خلصت ايه تكون خلصت المنهج بعد يوم 27 تقول تحيل ايه تقول تحيل تطريبات شاملة لحد ايه لحد يوم الامتحان طبعا اخر 7 ايام قبل الامتحان هقولك وساعتها نعمل فيها ايه طب لو انت اصلا خلصت الحاجات دي كلها تعمل ايه ممكن تخش معنا في التحدي كمراجعة سريعة وبرضو تحيل تطريبات شاملة ايه لو انت خلصت اصلا وبتحيل تطريبات شاملة كمل في الحل الشامل ما توقفش كمل في الحل الشامل لكن لو انت لسه اصلا مخصش المنهج او لسه انا عايز حاجة اتحمسك ده تحدي مهم او جميل جدا هينفعكم صلوا على نبي يا جماعة عليه الصلاة والسلام اول تحدي من يوم 6 لحد يوم 13 يبقى الوقت يا جماعة الفيديو ده تحدي رقم واحد من يوم 6 لو انهاردة لحد يوم 13 ان شاء الله هنعمل ايه ده هنذكر ايه في الاسبوع ده يا جماعة ركزوا معي في القصة هنذكر اول 6 فصول هناخد كمية كبيرة طبعا عشان هنخلص هناخد كمية كبيرة لتحدي كبيرة وان شاء الله انتوا قدها هناخد القصة اول 6 فصول وطبعا هنذاكر المداخل الضررية او بالقصة في حاجة اسمها مداخل الضررية وطبعا كل الكلام ده شرحناها على القناة ده وانت اصلا عايز شوف شرحة قصة هتلاقيه على القناة شرحة جميل جدا وانصحك تشوفه يبقى القصة اول 6 فصول زائد المداخل ايه المداخل الضررية بالنسبة للتعبيرuar هناخد الاسبوع ده علامات الترقيم زاكل علامات الترقيم بس هتلاقيه على القناة ده ده شرحنا رحمه الله علامات الترقيم وان شاء الله هتلاقيها في ايه كتاب خريجي تقريبا علامات ايه علامات الترقيم صلى على النبي يا سي Theyade ثالت حاجة البلاغة هناخلصها كلها اليسبوع ده زاكل البلاغة كلها طبعا هلحق يا محمد أخلصها اه هتلحق يا جماعة بلاغة صغيرة بلاغة مش كبيرة وبلغها حاجة أساسية عشان تعرف تحل في الأداء وبلغة تحل في النصوس تعرف تحل في أي حاجة البلغة مهمة جدا عشان كان البلغة مهمة لازم نبدأ بيها طيب بلغة تخلصها ك東西 هcamp ايضا يخش معنا عن قناة اي قانات تليجرام وحاسب لك الرابط تحت اي تحت الفيديو المهمة لازم تخلصها ك 생ام هتلاقي اصلا كل الفيديوات ت торبيب القناة él شرفock سيكتل بلغة كلها طيب بعدها تخلص البلغة حل عليها. احنا الحمدل على القناة حلينا عشرات العشرات يعني. حلينا قطع كتير جدا. حوالي مئة وخمسين او مئة وستين قطعة. حل على القناة. خش بقى القناة حل مسلا ايه اللي اسبوع ده عشرين قطع. على حسب. كل واحدة على حسب. لكن اهم حاجة ايه. تحل عشر قطع عشرين قطع بتركيز. يجب ان تحل ايه تحل بتركيز. يا البلاغة كلها هنتخلصها. وكمان هنحل عليها. كمان هنحل عليها. وعلى التليجرام ان شاء الله لكم مزاكرات جميلة فيها تكات كده وحاجات حلوة. ما تنسوش تدخلوا على قناة التليجرام وتعزيموا صاحبكم يدخلوا ايه يدخلوا معنا. هسيب لكم الرابط تحت الفيديو. بالنسبة للأدب هنذاكر اول تلات مدالس. اول تلات مدالس في الادب. مدالس الاحياء والبعث ومدالس الرومانتيكية ومدالسة الديوان. وطبعا مع كل مدالس هنذاكر ايه? لازم نذاكر نص بتاعها. يبقى جماعة بالنسبة للأدب والنصوص. أدب والنصوص بيتاذكرة مع بعض الい privity مع بعض. بالنسبة للأدب والنصوص. هناخد كل مدالسة في الادب معاها معاها النص بتاعها ايه? حياتي الاحياء والبعث واتذلك نص بتاع غربة وحنين. والنا الحمد الله لنا سجدنا شرحه على القناة هنا زيها تحليل بتاعه وتحليل ما تحليل عقناه. وانشاء الله الايام دي هنزل بقيت. ايه? هننزل بقيت النصوص. المهم اكيس معنا صلى على الناب صلى الس felic. كل مدالسة في بتحل النصوص المتحررة. واحنا الحمد لله على القناة حلينا عشرات العشرات. ما شاء الله يعني من القطع المتحررة في النصوص. بيش تزيزم شوف كل الفيديوهات لكن حل كم قطع. واختار كم حلقة من حلقات مدازة الاحياء والبعث. وبعدها اختار كم حلقة من حلقات مدازة الرومانتكية. بعدها كم حلقة من حلقات ايه وحلقة مدازة الديوان. وحل عليها. يعني مثلا حل مثلا عشر نصوص على كل مدرسة. تمام? كل واحد طبعا لحسب يعني حسب ما قدرته. لكن اقام حاجة تحل طبعا ما فاشل تزاكر من غير ما تحل. اخر حاجة بنصوص للقراءة القراءة عايزة حلها عطول. هتقرأ بس الملحوظات الموجودة في الكتاب الخارجي. اي كتاب خارجي بيقولك ملحوظات قبلها. وبعد مدارة الملحوظات تعمل تخش في الحل. الاسبوع ده اكتفي باربع ايه اربع تدريبات قراءة متحررة. حل اربع تدريبات قراءة متحررة. لو بحلو. لو انت اصلا خلصت المنهج وعملت الحاجات دي كلها قبل كده تعمل ايه? خش في تدريبات الشاملة. حل تدريبات الشاملة. لكن برضو راجع معنا في الحاجات دي. راجعها بسرعة حتى. لو انت حتى مخلص المنهج راجع الحاجات دي بسرعة. اقراها كمجرد ايدي. وان شاء الله يوم 13 نزلوك نزلوك التحدي التاني. صلى الله عنه يا رسول السلام. اكتبونا في التعليقات لو هتمشوا معنا في التحدي ده لا. شجعوا بعض يا جماعي ربينا نحمس بعض وانشجع ايه وانشجع بعض. وانا واثق فيكم يا شباب واثق فيكم يا بنات ان انتو هتقدروا ان شاء الله تعملوها. صلى الله عليه الصلاة والسلام.